اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته إلى عم الدين أما بعد فيقول الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فقد أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم كالوحي إلى من سبقه من الأنبياء وذلك بالتنويع الذي نوع به الوحي السابق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان ألهم إلهاما ومن ذلك أنه حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحمث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ثم يعود إلى خديهة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء وتعبده قبل الوحي مختلف فيه فقيل بملة إبراهيم وقيل بملة نوح وقيل بملة موسى وقيل بملة عيسى وقيل بما وصل إليه من تعبد الأنبياء جميعا وبعد ذلك بعد أن بدأ بالوحي كان تعبده بركعتين بالغدات وركعتين بالعشي وهما من صلاة الأنبياء جميعا فكل الأنبياء كان من عبادتهم ركعتين بالغدات وركعتين بالعشي ثم بعد ذلك بعد أن فرضت الصلاة نسخ حكم هاتين الركعتين بالغدات والركعتين بالعشي وبدء الوحي إليه بالإلهام كان إما بالنفس في روعه وإما بإلهامه وهذا أمر لا يشكوه ولا يرتاع منه لأنه أمر قلبي وأما عند بدء الوحي إليه فقد جاءه الملك في صورة رجل وقد أرتاع منه لأنه فاجأه في الثلث الأخير من الليل في ليلة من ليالي العشر وهي ليلة القدر وهو في غار حراء وقد جاءه الملك على صورة بشر وهذه سنة الله في إرسال الملائكة كما قال الله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون وكان جبريل عليه السلام بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إما في صورة دحية من خليفة الكلب وإما في صورة رجل آخر على أحسن هيئة وأحسن صورة وقد اختلف أهل العلم في الحال الذي يأتي عليه جبريل فإنه لا شك أنه أعظم وأضخم بكثير من صورة البشر فهو له ستمائة جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب فماذا تكون بقيته وأين تذهب فقيل يأتي بجميعه ويخفي الله عامته ولا يظهر منه إلا صورة رجل وقيل بل يعدب الله تلك الصورة ثم يجددها إذا رجع إلى السماء وقيل بل يتصور في صورة أخرى غير صورته فيبقى جسمه كاملا في السماء وتأتي روحه في جسم آخر وهذا على القول بأن للملائكة أجساما وأرواحا والقول السائد أنهم أرواح وليس لها أجسام وجبريل عليه السلام هو روح هو روح القدس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وعموما فإن الصورة التي يأتي عليها ليست هي هو وإنما هي ما يظهر فيه وما يبدو ولذلك قال عمر بينا نحن ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلع لنا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وهذا الرجل هو جبريل وفي حديثي أبي هرارة كذلك في صحيح البخاري بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس إذ أتاه رجل وهذا الرجل هو جبريل فسأله والربي صلى الله عليه وسلم في تلك المرة وحدها لم يعرفه وكان يعرفه كل ما أتاه وإن كان في المرة الأولى قد رعب منه وذلك أنه جاء إلى خديهة مرعوبا فقال زملوني زملوني فزملوه أي ألبسوه ذوبا حتى ذهب عنه الروع ثم قال لخديهة وأخبرها الخبر والله لقد خشيت على نفسي فهذا رعب شديد من بدء الوحي وقد أخبر الله بذلك فإنه قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيل هذا الوحي قول ثقيل وشدة عظيمة وبدءه لا شك هو أشد ولهذا احتيش فيه إلى أن يضغطه جبريل ثلاث مرات حتى يبلغ منه الجهد وذلك للتهيئة لتقبل الوحي وسماعه وهذا لإزالة الرعب لأن الرجل الشجاع إذا دخل في أذناء الحرب وأحس بوقع الصلاح فإنه ستأتيه الشجاعة ويزول عنه ما به من الرعب والخوف والهيبة والتهيئة قبل الدخول في الحرب أما قبل الدخول في الحرب فكثير من الناس حتى ولو كانوا أشجعانا يتهيبون ويخافون شيئا ما فلذلك كان جبريل عند بدء الوحي ضغطه ثلاثا قد أخذ من ذلك أهل العلم أن تأديب الصبيان والمتعلمين على القرآن وعلى العلم لا يعدو ثلاث ضربات في التأديب لأن جبريل ضغط النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد والوحي إليه يأتي على صور منها أنواع الوحي نفسه ومنها أنواع حامله وناقله فالوحي نفسه يأتي إما بإلهام يلهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقره الله عليه فيعلم أنه وحي والإلهام ليس مختصا بالأنبياء ولذلك أوحى الله إلى النحل قال وَأَوْحَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجْرِ وَمَّا يَعْرِشْهُونَ وقد فسّر العلماء الوحي إلى النحل بالإلهام وكذلك الوحي إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا أخفت عليه فألقيه في اليم إنما كان إلهاما في قلبها وبعد ذلك أن يقذف في روعه وهذا صورة إما أن يقذف الملك ذلك في روعه فيأتيه فيتنزل على قلبه مباشرة فيقذف فيه ذلك وحينئذ يكون الملك لا في صورة بارزة للعيان وإنما تعامله مع قلبه كما قال إن روح القدس نفث في روعه أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله ويجملوه الطلب وإما أن يكون ذلك بأن يرى شيئا ويشتد عليه فلا يسمع بأذنيه وإنما يسمع فيعي بقلبه ويكون هذا إلهاما له صلى الله عليه وسلم من نوع خاص وهو نفث في روعه ثم بعد ذلك النوع الآخر أن يكلمه الله كفاحا دون ترجمان وهذا أسمى أنواع الوحي وأرقاه كما كلم الله موسى وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث ليس صريحا في النفي ولا في الإثبات وعائشة رضي الله عنها أنكرت الرؤية البصرية وقالت لقد قفش عليهم ما قلت وقالت لا ثم من أخبرك بهن فقد أعظم على الله الفرية ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج وأهل السنة مختلفون في هذا الأمر وهو بمسائل الرؤية التي اختلفوا فيها فقد نظمها السيوطي في الكوكب الساطئ رحمه الله فقال والخلف في الجواز في الدنيا وفي نوم وفي الوقوع للهادق تفي الخلف في الجواز في الدنيا هل يجوز عقلا وشرعا أن يرى أحد الله في الدنيا وفي نوم كذلك الرؤية في النوم وقد أخبر كثير من الثقات أنهم رأوا الله في المنام كأحمد بن حنبل وغيره وفي الوقوع للهادق تفي وفي الوقوع هذه الرؤية للهادق صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج هذا كله اختلف فيه بينها في السنة ثم بعد ذلك أن يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وهذا الرسول يأتي على صورتين كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وفي لفظه مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه ما يقول والصورة الباقية من الوحي هي رؤية المنام فإن رؤية الأنبياء وحي كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من علم الله سبحانه وتعالى ومن نوره وروحه فهو روح ونور كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وهو خالق للعادة وليس معهودا لدى الناس ولذلك استنكره أهل مكة من عدة جهات استنكروا خصوصية محمد صلى الله عليه وسلم به واستنكروا كذلك أن يكون لله حديث إلى خلقه واستنكروا أن ينزل شيء من الكتب أصلا وقالوا ما أنزل الله على عبد من عباده من شيء وقد رد الله هذه الدعاوية على أهل مكة جميعا وكذلك فإن الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن تتميم الله للنعمة على عباده فإن الله أنعم على العباد بنعمة العقل وبعد ذلك تمم بنعمة الوحي وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله العقل وحي من الداخل والوحي عقل من الخارج ولما كان العقل وحيا من الداخل داخل كثر فيه التناقض والاختلاف ولما كان الوحي عقلا من الخارج لم يقع فيه التناقض والخلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وفقني الله وإياكم لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بعد هذا العوض الطيب من فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد ددو أود نعلق بعض التعليقات يفق فقه الميزان أولا أن الوحي له ميزانه الخاص ولا يجوز أن يقاس ميزان الوحي على موازين أخرى ولذلك الوحي هو الكفة الأولى والعقل هو الكفة الثانية فالوحي هو المرشد وهو النور وهو الروح من عند الله سبحانه وتعالى وهو الذي يضيء لنا الطريق ولكن هذا الوحي حينما نريد أن يستدل به العقل هو الذي يصل إلى الوحي من خلال الأدلة والبراهين القاطعة من خلال هذا الكون الفسيح هذا الكون المنظور يدل على الكتاب المصطور فكلاهما يكونان الميزان الكامل والتوازن الكامل وبذلك يتحقق في هذا الدين الخيران خير الوحي الذي يضيء الطريق وخير العقل الذي يتعمر به الكون والله سبحانه وتعالى لم يكتفي بالعقل لأن العقل هو له لميزانه الخاص في أمور التعمير والعمران وإنما قضايا الغيب قضايا الوحي نوعية الوحي كما ذكر فضيلة الشيخ أنواع الوحي هذه الأمور كلها متعلقة بقضية السمع والوحي ولا يجوز لنا أن نقيس على هذا الوحي شيئا آخر أو أن يقاس الوحي على شيء آخر هذا من جانب والجانب الآخر حقيقة هذا الوحي هو استكمال للوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا آدم حسب تدرج عقلية الأمم إلى أن وصل الكمال الذي تحتاج إليه البشرية فأنزل الله سبحانه وتعالى الوحي الكامل الوحي التام الوحي الشامل من خلال هذا الوحي الشامل تتحقق رسالة الإنسان ومقاصد الله سبحانه وتعالى في خلق الإنسان وفي خلق الكون وهي تعمير الكون وتحقيق الاستخلاف وتحقيق الخيرية والمنفعة لجميع البشر ومن جانب آخر حقيقة أيضا بالمناسبة حينما تحدث الإمام البخاري رحمه الله ووضع أول كتاب كتاب بدء الوحي كتاب بدء الوحي على الإضافة أو بدء الوحي على الحكاية جعل أول باب قال بابه كيف نزل أو كيف نزل أو كيف بدأ الوحي هنا أتى بهذه الآية الكريمة التي استمعنا إليه إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فأثبت وبينا بأن هذا الوحي هو من مصر واحد وهو الله سبحانه وتعالى والغريب أن الحديث الذي ذكره أول حديث في كتاب بدء الوحي لم يذكر الحديث الذي يتعلق بالوحي وهو الحديث الثاني حديث هشام وإنما ذكر حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات فهنا الحافظ بن حجر بالمناسبة من النكات اللطيفة قال إمام البخاري ملتزم بهذا الحديث قدموا قريشا ولا تقدموا عليهم غيرهم فهنا أتى بالحديث الذي رواه أفقه قريش وهو الحميدي عبد الله بن زبير ولذلك قدم هذا الحديث أنا في نظري ليس هذا هو السبب السبب الأول ذكر الإمام البخاري رحمه الله المقاصد من هذا الوحي المقصد الأساسي من الوحي هو إصلاح الإنسان في نياته وإذا صلحت النيات صلحت الأعمال وبالتالي بدأ بالغاية أولا ثم جاء بالحديث الثاني وهو حديث هشام وهو أنه كيف ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم عموما مسألة الوحي حقيقة هي أكبر نعمة من عند الله سبحانه وتعالى على البشرية وخاصة وحي القرآن الذي هو عام لكل مناح الحياة وبالتالي أضاف الله سبحانه وتعالى إلى هذه الأمة المكلفة بتعمير الكون كله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة العالمين فأمة فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي بدأ كما يقول إمام ابن عاشوه بتحقيق معني الاستخلاف من خلال الالتزام بالشريعة ومن خلال القدرة على تطبيق الشريعة وهو السياسة السياسة التي تحقق هذا وتنفذ هذه الأحكام يقول هذا الاستخلاف بجناحيه إنما يتحقق بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبأمته فمن هنا نحن حقيقة مطالبون بأن نولي العناية القصوى بفهم هذا الوحي من خلال الأقل الصحيح والفطرة السليمة بارك الله فيكم فضيلة المشايخ لثلاث تعليقات على هذا التعليق الأول هو أنه أعتقد أن الوحي أن الوحي هو نقطة تحول لهذه البشرية البشرية تلاحقت عليها الرسالات وتلاحقت عليها الجاهليات فجاءت هذه النقطة التحولية الهامة جدا وهي ما يمكن أن نسميها بالفترة الذهبية للاستخلاف لأن الفترات السابقة كان فيها نوع من كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وكان هناك أنواع مخصصة من التشريع لكن جاء هذا التشريع العظيم الذي ختمت به الرسالات رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وهي رسالة محمد عليه الصلاة والسلام التي تحمل دستور العالم المحفوظ إلى يوم الدين الذي لا يمكن تغييره لا يمكن تبديله لا يمكن الاستحواذ عليه ولا تشكيله بأهواء النفوس ولا بأهواء السياسات ولا بأطمع الأحزاب ولذلك هذا الوحي المعصوم هو دستور العالم المحفوظ هذا الملحظ الأول أننا بنزول الوحي انتقلت البشرية إلى المرحلة الذهبية للاستخلاف في الأرض لأن المرحلة الأخيرة والخاتمة والمهيمنة على سائر المراحل لما فيها من الكمال وما فيها من الشريعة الخاتمة الشريعة الشاملة لكل أنحاء الحياة فإذا نحن أمام مرحلة ذهبية والذين يحملون هذه المرحلة الذهبية هم حملة مشروع محمد عليه الصلاة والسلام إلى العالم هذا الأمر الأول الأمر الثاني الوحي وحيان وحي بالقرآن وهو بلفظ ومعنى أو وحي سنة والوحي السنة عمل بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وحفظوها في صدورهم وكتبوها ثم جاء التابعون وكتبوها والذين كتب عنهم الذين وجدنا أنهم كتب عنهم أو كتب من الصحابة ومن التابعين مئات من التابعين وتابعيهم ومن طبقة الصحابة فإذا ما يثار من زوابع حول هذا الوحي حول وحي السنة النبوية لا قيمة له فإنه سنة بإجماع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وبتواتر عمل الأمة إلى يومنا هذا الملحظ الثالث والتعليق الثالث هو خماسية التثبيت خماسية التثبيت في قضية الزوج الصالحة خديجة رضي الله تعالى عنها حيث أقسمت بالله أن الله لن يخزيه لماذا؟ لن يخزيك وأنت على هذا الخصال هذا الخصال عظيمة إنك لا تصل الرحم إنك لا تصدق الحديث إنك لا تقري الضيف إنك لا تحمل الكل إنك لا تعين عن نواب الحق خماسية هذه الخماسية لا توجد في شخص إلا كان على الحق على الجاد على الصراط المستقيم هذه الثلاثة الأمور التي أردت أن أعلق بها بسم الله تعليقاً على كلام المشايق تقدير الله سبحانه وتعالى العزيز العليم يتضع في موقفين في إعداد السيدة خديجة لاستقبال هذا الخبر يعني كان هذا من تقدير الله في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة وهذه اللحظة القذرية العجيبة لا يحزيك الله أبداً أنك لا تحمل الكل وتعين على نواب الحق وتصل الرحم يعني استدلت بمجموعة من الأخلاق في سيرة الإنسان إذا كانت هذه الأخلاق موجودة لا يمثل بالجن ولا من الشياطين بل حماية ربانية بالمنظومة الأخلاقية التي كانت متمثلة بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتالي تثبيت السيدة خديجة من أقدام الله لهذه الرسالة النقطة التانية ورق ابن نوفا يذهب إلى الشام ويطلب النصرانية ويتعمق فيها وياتهتي هذه المرأة الذكية ذات العقل الكامل وتذهب لتستدل على ما قالت بالعلم بعلم أهل التتاب أن نتمثل في ورقة وبالتالي أيضا من أقدام الله سبحانه وتعالى وجود ورقة ولهذا قال الكلمة العظيمة قال يا ليس أني كنت شابا لأدافع عن هذا الدين وقال أمخرجيهم وقال لرسول صلى الله عليه وسلم إنك سوف تتعرض لقضية سنة الابتلاء فهذه الأقدام عجيبة بإعداد ودعم مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف خديجة ورقة ابن نوفا رحمه الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تفاعلا مع زوايا النظر إلى الوحي التي قدمها فضيلة المشايخ أنا أعلق على زاوية تتعلق بقضية من قضايا الأمة في علاقة بالوحي وهي قضية أنسنة الوحي في علاقة بإنسانية الوحي الوحي هو إنساني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى محمد عليه الصلاة والسلام هداية للناس وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فهذا الوحي موجه إلى الناس جميعا هدا للناس هدا للمتقين لكن التحدي الذي يتعلق بأمتنا في العصر الحديث ما يعرف بالأنسنة بمعنى اعتبار الوحي أداءا إنسانيا من جهة كونه من صناعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو الذي صاغه وهذا غير صحيح فالوحي من الله تعالى وفي علاقة بالإنسانية بمعنى أن الناس هم الذين يتفاعلون مع الوحي بحسب أهوائهم فهم يغيرونه ويجتهدون فيه من غير ضابط ولا رابط وهذا معروف في علم التفسير والأصول بأن الوحي له قواعد في التأويل والتفسير ذكرها العلماء وأن هذه الإنسانية التي جاء الوحي من أجلها الذي سميناه بإنسانية الوحي بمعنى أنهم موجهون إلى الإنسانية لهدايتها لبيان وضعها في هذه الدنيا وكذلك من جهة أن الوحي بيّن الحقائق الكبرى لهذا الوجود الوجود الكوني والوجود الإنساني ووجود الله سبحانه وتعالى وبالنسبة إلى الوجود الإنساني فالإنسان هو صاحب المسؤولية الشرعية في هذا الوجود الدنيوي لذلك لابد أن نفرق بين إنسانية الوحي وأنسنة الوحي الوحي متعال مقدس مبارك كلمة الله إلى الناس جميعا والإنسانية هي مضمون إنسان بهدف خدمة هذا الإنسان وتحقيق سعادته في الدنيا وفلاحه في الأخرى بارك الله فيكم هذا الوحي المقدس الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم والنبينا من قبله كان إنقاذا للبشرية وإخراجا لها من ظلماته إلى النور وهداية لها على الطريق المستقيم وهو تثبيت لها على طريق الحق وإقامة للحجة عليها ويرشاد لها إلى ما هو أولى بها في أمور الدنيا والآخرة ولا يمكن أن تستغني عنه البشرية أبدا والله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة